تسبب اعلان كوريا الشمالية فجر الاربعاء عن اجراء اول تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية في خطوة تشكل تقدما في برنامجها النووي حالة من القلق العالمي اذ اعرب العديد من قادة العالم والمؤسسة الدولية عن اذانتها لهذه التجربة الولايات المتحدة الامريكية من جانبها الشاككات في اجراء التجربة الى انها تعاملت معها بحذر شديد وبدوره مجلس الامن الدولي عقد اجتماعا طارئا لمناقشة هذه الخطوة وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند من جانبه قال انه في حال تأكدت انباء اجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة فانها ستكون استفزازا تدينه بريطانيا بلا تحفظ وخرقا خطيرا لقرارات مجلس الامن اما كوريا الجنوبية فاكدت انها ستتخذ جميع الاجراءات الممكنة بما في ذلك عقوبات محتملة للامم المتحدة لضمان ان تدفع بيونج يانج التمن بعد ان اجرى تجربتها النووية الرابعة واجريت هذه التجربة التي امر بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون قبل يومين من عيد ميلاده ويعد تأثير انفجار القنبلة الهيدروجينية اقوى بكثير من القنبلة الذرية وتجاربها قد تحدث زنزل في المنطقة